الخبر الأول اللي عدنا عن مرسال وعن قصف الوسام تيكيت بحيث مرسال نزل على حسابه بالإنستجرام شوية ستوريات قصف بها وسام وصار يقول انه الكل جاس يقلدني اللي هو يقصد بها بيسان ووسام وريدر وياسمين اللي كلهم أعلنوا عنه غنيتهم بعد ما هو أعلن عنه غنيتها اللي هي اللي الآن يعني طبعاً ما نزلت وصار يقول انه مستواهم جيد ولكن هذا المستوى أنت تتسويه من قبل سنتين طلعت هحاطوكم الستوريات عمون تفتهمون أكثر وبعرف انه كل اليوتيوبرز السوري بدي نزل غنيه وقت انا نزل غنيتي كنت حكيت من الزمان وحركت لكم نتجو شوي على كل حال يعني الشباب ما شاء الله عمي يشغل حلو كل شي بس انه انا الشي اللي عامله غير ما بيشبه أبداً الشي اللي عم يفكره لانه الشي اللي عم بيعملوه هلأ هنين انا سيانو وعامله من 3-4 سنين في الله يعني نحن هون ان شاء الله رح نعطي الجديد وانتو بتطلعوا عليه وبتعملوا مثله صدعاً الخبر الثاني اللي عدنا عن رد ياسو وريدر على وسام تيكيت بحيث ريدر نزل على حسابة بالانستجرام قصف على وسام تيكيت رح حطلكم ياه وصراحة انا اتفقوا يهذا القصف بعد ما وسام نزل اغنية تطلع ريدر وقال انه على قلل اغنية اللي احنا جبناها جبنا مشاهدات بدون ما اطلق بنات يركصون على مودي يجيوبون مشاهدات وبنفس الوقت قصف شوية اغنية وسام رح حطلكم ياه متفتمون اكثر طبعاً تبذكرون قلتلكم مرح ينزل الفيديو كليب رح تشوفون اعداء النجاح كلهم يبتشون بالزاوي رح يحاولون باي شكل من الاشكال انه يضوجونه باي كلمة او يسمعونه اي حكاية بس صدبوني قلتلكم شي ثاني ذات اذكروا قلتلكم من ينزل الفيديو كليب اتحدى اي احد يجب نفس دقة الفيديو كليب او نفس الكلمات قوة الكلمات بقوة الاغنية من دون ما يطلع شغلات بالفيديو كليب مثل اللي بالي بالكم يعني افتهمتوني عارف ده تفتهموني احنا ما اضطرنا نطلع شغلات بالفيديو كليب حتى نجيب مشاهدات لا احنا جبنا مشاهدات بكلماتنا القوية باغنيتنا القوية بألحاننا القوية بتصويرنا القوي بإنجازنا اللي سوينا وشكراً لكم على دعمكم الحلو الأغنية لحد الآن ترند بهوائي دول تمام ومرت تقريباً خمس أيام على الأغنية فالحمد لله أنا ما اضطرنا نحطي الشغلات بالأغنية ونلوث سمعكم ونلوث الشغلات اللي دا تشوفوها بيس وبس والله هذه هو المقطة اللي كان عادنا اكتبوا لي بالكومنتات هل تتفقوني كلام ريدار على بيسان ومريانا نطلعوا بس عمود المشاهدات ولهنا وصلنا هذه المقطة من المقطة جابكم نستطيع اشتركوا بالقناة ومع السلامة